كما اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم مع اللورد طارق أحمد وزير شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم مستمر على كافة الأصعدة وتطلعهما الدائم للمضي بكافة أوجه التعاون لآفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشتركة بالإضافة إلى بحث آخر الموضوعات ما حل الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة